أكد البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي في الصين سينخفض بشدة بسبب تفشي فيروس كورونا محذرا من ظهور الملايين من الفقراء وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأسوأ يتوقع أن تهوي نسبة النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 6.1% في عام 2019 إلى 0.1% هذا العام وقال البنك ومقره واشنطن أن أكثر السيناريوهات إيجابية يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني هذا العام بنسبة 2.3% محذرا في الوقت نفسه من أنه في حال استمرت تداعيات الوباء لفترة أطول من المتوقع فأن السيناريو الأسوأ سيكون مرجحا لا يزال كورونا يتمدد أكثر فأكثر حيث أوقع أكثر من 35 ألف وفات حول العالم نحو 75 منها في أوروبا منذ تسجيل أول إصابة به في ديسمبر في الصين وتم تسجيل 35 ألف وتسعمائة وخمس حالات وفات بالفيروس 26 ألف وسبعون منها في أوروبا وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع 11.591 حالة تليها إسبانيا مع 7.340 حالة ثم الصين مع 3.304 حالات وفرنسا 3.024 حالة وفات